اشتركوا في القناة المباراة يكونوا بطل كأس الكونفيدرالية على حساب يانج أفريكنز التنزيل دعونا نتكلم عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في المباراة واللي هيكون كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمة خط الدفاع هيكون علي معلول محمد هاني محمد عبد المنعم ورامي ربيع خط الوسط من المنتظر أن يلعب أليو ديانج مروان عطية إمام عشور وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشك بينما من المتوقع أن يكون خط الهجوم محمود عبد المنعم كهرباء خلوني برده أقول لكم كام معلومة كده قبل ما نتكلم عن تحضيرات واستعدادات الفرقين للمباراة الأهلي توج بمباراة بطولة السوبر الإفريقي 8 مرات بيبحث عن اللقب التاسع في تاريخه آخر تتويج للأهلي في السوبر الإفريقي كان على حساب الرجاء المغربي في النسخة قبل اللي فاتت تحاد العاصمة الجزائري بيبحث عن اللقب الأول من السوبر الإفريقي في تاريخه الأهلي صاحب أكبر فوز في تاريخ السوبر الإفريقي كان عام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 4 واحد مصر هي أكتر دولة نالت أنديتها لقب السوبر الإفريقي برصيد 12 تتويج 8 الأهلي و4 نادي الزمالك تليها المغرب بخمس ألقب المارد الأحمر بيبحث عن المنافسة على جميع البطولات المحلية والقرية لهذا الموسم زي الموسم اللي فات واللي توج فيه بخمس بطولات هي السوبر المصري مرتين كاس مصر دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز كان الأهلي استعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا قد خلاله مباراة دية أمام فريق ألوميني السلوفيني فاس فيها الأهلي بتلت أهداف الهدف بعدها قد مباراة دية أخرى بالقاهرة أمام طلاق الجيش فاس فيها أيضاً بهدف ماضي أول كولر المدير الفني الأهلي خلال الأيام الماضية مذكرة الفريق الجزائري جيداً من خلال مشاهدة عدة مباراة لي قدها في البطولات المحلية والقرية وعقد المدرب السويسري عدة جلسات ومحادرات مع العابي الأهلي من أجل تحفظهم خطة اللعب في مباراة الليلة المرتقدة في المقابل بيدخل فريق اتحاد العاصمة مباراة الليلة رافع شعار قادرون على إسقاط عملاق إفريقيا تصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد على أن فريقهم قادر على حصد لقب السوب الرغم أن المنافس فريق قوي ومتمرس اللي هو النادي الأهلي في المنافسات القرية يرى عبد الحق بن شيخة مدرب تحاد العاصمة أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الليلة رغم المشاكل اللي عانى منها بسبب الإصابات اللي هددت مشاركة أكتر من اللعب في لقاء الليلة في مقدمتهم مصطفى بوشينا جناح محمد أمين بوزيان وآدم على ليلات وأسامة شيطة أكد عبد الحق بن شيخة على احترامه للأهلي مشيراً إلى أن في الوقت ذاته فريقه لا يخشأ أحد وقال بن شيخة مباراة الأهلي في كاس السوبر الإفريقي هتكون قوية لأنها بتمثل قيمة كرة القدم الإفريقية وأضاف أن اتحاد العاصمة بيملك فريق قوي ونادي كبير لتاريخه زي الأهلي نحترم جميع منافسين لكن لا نخشأ أحد وأتم نقبل عدة أشهر حققوا لقب الكنفدرالية لما لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله دي كانت تصريحات مدرب اتحاد العاصمة الجزائري لكن كلنا ثقة في المارض الأحمر اللي قادر يحقق لقب جديد ليه وبتوفيق لنادي الأهلي في مبارات الليلة أنا بشكركم شكراً جزيلاً على المتابعة وانتظرونا دوماً في المزيد وإلى اللقاء